وزير الرياضة البرازيلي أورلاندو سيلفا هو الوزير الخامس الذي يجبر على الاستقالة من حكومة ديلما روسيف فكما الآخرون لم يستطع أن يقاوم الشكوك التي تتهمه باختلاس الأموال هذا يدل على أن الفساد مرض مستشري في الحكومة أعتقد أن الأدلة ناقصة لا توجد أدلة بالفعل أعتقد أنه كان عليهم أن يكونوا المثل فلننتهي القصة بدأت مع اتهامات ضابط شرطة سابق في الصحافة البرازيلية قال فيها أن الوزير اختلس أموالا بقيمة 23 مليون دولار واستخدمها لتمويل جمعيات ترتبط بالحزب الشيوعي وقد نفى وزير الرياضة هذه الاتهامات لا يعقل أن تساق الاتهامات من دون أدلة هذا خطير وأنا أشعر بالغضب الشديد عندما اندلعت هذه القضية كانت الرئيسة البرازيلية في جولة جنوب إفريقيا وهي تركته في مهامه انطلاقا من قرينة البراءة لكن المحكمة العليا قررت بعد ذلك فتح تحقيق وهذا التحول دفع بالوزير إلى الاستقالة وفي البرازيل الصخط من الفساد يزداد وتظاهر عشرات الألاف في برازيليا وريو هذا لإزالة الفاسدين لإزاحتهم من مجلسي الشيوخ والنواب هؤلاء الناس لا يعرفون إلا سرقتنا أنا أثق بديل ماروساف وبقوة هذه المرأة لكنني قلق لأن الفساد وصل إلى حده في البلاد عندما انتخبت ديل ماروساف أكدت أنها ستأخذ مشكلة الفساد على عتقها وارتفعت شعبيتها إلى 71% ويبقى أن نرى الأثر الذي ستتركه هذه الاستقالة عليها ترجمة نانسي قنقر